بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أبناء الطلاب مجددا في وحدة جديدة ودرس جديد من مادة البلاغة عرب 132 وعنوان وحدتنا هذه حول الذكر والحذف وهما مبحثان من مباحث علم المعاني ولهما أسرارهما ودورهما في الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم وفي غيره من الأساليب التي عرفها العرب في أشعارهم وكتاباتهم إلى آخره نتحدث أولا عن الحذف المسند إليه ثم نتحدث عن بلاغة الحذف ثم لذلك بلاغة الذكر أولا الذكر يذكر المسند إليه للطائف ومزايا منها التنبيه على أمر كما ورد في الكتاب كما في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لاحظوا أن أولئك ذكرت مرتين وكان من الممكن أن يكتفى بواحدة ولكن ذكر اسم الإشارة مرة أخرى للتنبيه على أهمية الفلاح كما هو بالنسبة للهدى ومن بين مزايا الذكر الافتخار كقولنا أنا مصدر الكلم أنا فارس أنا شجاع فتكرار الضمير أنا يفيد أهمية الافتخار والمبالغة فيه ومن معانيه أيضا التهويل والتعظيم إذا أردنا أن نهول أو أن نعظم من أمر نقوم بتكرار العناصر التي وخاصة التي نرغب في تكرارها أو نرغب في التركيز عليها وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمسند إليه أما بالنسبة للحذف فيأتي أيضا لبلاغة وللطائفة وله شروط ومن أهم شروط الحذف أن يبقى في الكلام ما يدل على المحذوف وهو على ضربين لأنه إن لم يبقى في الكلام ما يدل على المحذوف جاء الكلام ملتبسا وغير مفهوم فالضرب الأول ظهور المحذوف عند الإعراب فإذا قلنا أهلا وسهلا فإن الحذف هنا يقدره النحاة بحللت أهلا حللت أهلا ونزلت سهلا حللت أهلا ونزلت سهلا فاكتفت العرب للاختصار ولبلاغة الاختصار بقولها أهلا وسهلا وبقي إعراب النصبي دالا على ما حذف كما جاء في كتاب البلاغة والضرب الآخر لا يظهر من خلال الإعراب وإنما يظهر في حالة عدم تمام المعنى فنقول فلان يحل ويعقد ويعطي ويمنع فحذفت هنا فلان الثانية فلم يأتي تكرارها لإحداث شيء من البلاغة التي يؤديها هذا الحذف فلا نقول فلان يحل وفلان يعقد وفلان يعطي وفلان يمنع وإنما اكتفينا بواحدة منها لأن في التكرار شيء من الإخلال بشروط البلاغة أما حذف المسند إليه فهو مثل المسند يحذف لأغراض من أهمها عدم الجدوى من الذكر كما في قوله تعالى فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم الذي حذف هنا هو الضمير المسند إليه أنا وقالت أنا أو إنما أنا عجوز عجوز عقيم فهذا الضمير حذف لعدم جدوى ذكره والآية مفهومة بدونه ومن أغراض حذف المسند إليه ضيق المقام عن إطالة الكلام فإذا كان الكلام طويلا فيكتفى بمسند إليه واحد والشاعر هنا يقول قال لي كيف أنت؟ قلت عليل الذي حذف هنا قلت أنا أنا عليل ولكن حذفت أنا لأن البيت الشعري له أوزان مخصصة وتكرار بعض العناصر يؤدي إلى الإخلال بالوزن فلا حاجة للشاعري بأن يذكر الضمير أنا لدلالة الكلام عليه سهر دائم وحزن طويل قال لي كيف أنت؟ قلت عليل وفي الإجابة الطبيعية يقول قلت أنا عليل ولكن حذف المسند إليه لأن في بقائه إخلال بشروط البلاغة ومن الأغراض التي يحذف من أجلها المسند إليه إخفاء الأمر كأن أقول انتهت ولا أصرح من الذي انتهى بالضبط أي المسألة المعهودة بيننا من الذي انتهى لا داعي لذكره لأنني أنا وأنت نعرف ما المقصود بانتهى وأيضا يحذف المسند إليه لتكثير الفائدة كقوله تعالى فصبر جميل أي فصبري فصبري صبر جميل ولكن كلمة صبر جميل دلت على المحذوف وهي صبري فكثرت الفائدة كما ورد في الكتاب أيضا من مزايا الحذف الجهل بالفاعل أو من أغراض الحذف الجهل بالفاعل أحيانا الفاعل غير معروف كقول الشاعر كما في قول الشاعر إن تبتدر غاية يوما لمكرمة تلقى السوابق منا والمصلين فالغاية تبتدر ولكن من الذي يبتدرها غير معروف في هذه الحال ولذلك وجب حذف أو يعني سقوط المسند إليه في هذه الحال والبيت الشعري لا يركز على المسند إليه ولذلك سقط من الكلام وكما تحدثنا عن المسند إليه أيضا المسند يمكن أن يحذف ويمكن أن يذكر لأغراض بلاغية فإذا كان ذكره يحقق مزايا بلاغية فهو الأفضل وإلا فحذفه هو الأفضل إن لم يحقق مزايا بلاغية ومن الأشياء التي يحذف من أجلها المسند الاختصار والله ورسوله أحق أن يرضوه والذي ترك من الآية والله أحق ورسوله أحق أن يرضوه ولكن أحق واحدة جاءت للمسند إليه الله وللمسند إليه رسوله وحذفت واحدة لدلالة الأخرى عليها وفي قول تعالى وَلَإِنْ سَأْلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ أَيْ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ اللَّهِ فالمسند خَلَقَهُنَّ قد حُذِف في الآية من عند الله لماذا؟ لأن المسند الذي ورد في الجملة الأولى دل عليه والتكرار لا يحقق مزايا بلاغية بل إن حذفه يحقق سرا بلاغيا وإعجازا بلاغيا أفضل من الذكر أيضا من الأغراض التي يحذف إليها الخبر الثقة بشهادة العقل كما في قول الشاعر إن محلا وإن مرتحلا إن في السفر إذ مضوا مهلا وهنا الشاعر يتخيل إن محلا أي الذي أقيم فيه وإن مرتحلا الذي سأرحل إليه هو متيقن من أنه سيرتحل إلى فهنا يمكن أن نقول بأن الشاعر متيقن من أنه سيرتحل إلى المكان الذي هو لا محالة راحل إليه ومن هنا جاء حذف المسند أيضا من الأغراض التي يحذف إليها المسند الاختصاص كقوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائنا رحمة ربي أي لو أنتم تملكون تملكون خزائنا رحمة ربي فحذفت تملكون واحدة ثانية لدلالة الأولى عليها وقد يحذف من الجملة عناصر أخرى كحذف المفعول به لنفس الأغراض التي حذف من أجلها المسند أو المسند إليه كما في قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني الذين يعلمون ماذا قل هل يستوي الذين يعلمون العلم أو الذين يعلمون الأمر والذين لا يعلمون الأمر ولكن لم يذكر هنا كلمة العلم ولا كلمة الأمر لأن حذفها أبلغ من وفي قوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا يعني أضحك من وأبكى من لم يذكر أضحك من وإنما اكتفى بذكر المسند وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا ولكنه أسقط من الكلام ما يمكن الدلالة عليه بالمسند إذن في هذه المحاضرة تحدثنا عن بعض أسرار الذكر والحذف وفقكم الله ونتابع قضايا علم المعاني في الوحدات والدروس المتبقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته